أحب أشهر كل الناس الذين يدعموني كل الناس الذين يقفون معي من أول ما فتحت القناة والناس المتفاعل معي أشكركم كلكم والناس الذين لسه جماعة أومر يشتركوا في قناتي لا تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الدرس ليصلكم طبعا أي جديد وأي فيديوهات بنزلها وما تنسوش اللايك يا جماعة لكي يوصل عدد المشاهدات لأكبر عدد ويوصل لناس كتير معنا صح طيب طقتك أنت برج السرطان أنت عندك حنين لشخص ما شخص بتتعامل معاه بينك وبينه وعلاقة حب كبيرة وعلاقة طويلة يعني من زمن بعيد قد تكون تمتد إلى الطفولة أو تعرفه من سنين أكبر منك بكثير أو أنت أكبر منه بكثير أنت عايز تتصالح معاه عندك حنين للذكريات شخص اللي بتتعامل معاه عنده نوع من الكبر والغرور برقبك مهتم بنفسه في الوقت الحالي بشكله بأعماله عايز التواصل معاك بس هو بيمنع نفسه عنده نوع من التكبر كان منكو علاقة زواك أو قد يكون هو في علاقة زواك قد يكون هذا الشخص بطيء جداً قد يكون عامل معاك نوع من الألعاب يعني ضحك عليك في حاجة يعني فيه مانيبوليشن في الموضوع قد تكون فيه علاقة ثلاثية قد يكون هو من النوع اللعب شوية الشخص ده طيب أقول لكم على الأبراج اللي تطلعت هنا أول حاجة عشان لا أنساها قد تكون تتعامل مع برج العزراء الأسد الجوزاء الأسد مرة أخرى الجدي الدلو الحوت أما بالنسبة للطاقات هناك طواقات هوائية ترابية مائية ونارية كل الطاقات موجودة والطاقة هي أهم وأشمل طيب يا برج السرطان هتشوف إيه إيه أخبارك وأخبار الشريك الشريك تا أنتو منفصلين مش مع بعض برقبك زعلان عليك ولكن هو كمان بيفتكر عمال يفتكر الأيام الحلوة في الوقت الحالي بمعنى أنتو في نفس الطاقة هو بيفتكر الأيام الحلوة وهو كمان بيفتكر الأيام الحلوة والذكريات اللي بينكو ولكن هو مش بيقول وأعمالي رقبك في صمت ومشي من طريقك يعني أنتو مش متوجيد يعني مش مع بعض طيب شايفك إزاي شايفك أنت مأموص علان مش بتقبل منه أي كأس من الحب يعني أنت شايفك قد تكون أنت يا برج السرطان عامل نفسك مشغول أوكي بتبين له أنك مشغول ومش بتقبل منه ممكن بيبعث لك رسائل وأنت مش بتقبلها منه مش قابل أي عرض منه وأنت كمان شايفه أنه إنسان في طرف تاني بينكو أسفة جدا بس كل قراءات بيطلع تقريبا فكرة تطلع الطرف التاني في حاجة بينكو قد تكون أم أخت أهل واقف بينكو شرك آخر تالت واقف بينكو علاقة أخرى انت شايفه إنسان مثقف جميل متطلع على العالم قد يكون بينكو اختلاف كذلك في جنسيات هو من بلد وأنت من بلد في تباعد بينكو انت شايفه إنسان عنده مستقبل كبير ولكن هناك في حاجز بينكو في حاجز بينكو قد يكون حصل بينكو انفصال سريع كلام مش لطيفة آل بينكو انتو تتعاملوا مع شخص بعيد عنكو أو من جنسية وعادات وكل حاجة فيه مختلفة عنكو بس بينكو حب كبير جدا وانت تعتبره طوأم روحك يا برج السرطان ولكن حصل وحاسس إنه مطعون كذلك وحاسس إنه إنه حصل بينكو حاجة جابته الأرض برج العقرب معانا برج العقرب معانا زي ما حصل بينكو حاجة طلاق سريع أو انفصال سريع بسبب كلام اتقال بينكو أو بحاسة إنه حد فيكو متسرع حد فيكو متسرع وأخذ القرار قد يكون هو عشان هو في طاقة الهروب هو مش معاك هو مش معاك وهو غير طريقه في الوقت الحالي احنا بنتكلم في الطاقة دي منكم بيت قد يكون بينكم بيت وأطفال كمان لبعض منكو عندكو بيت وأطفال و قد تكونوا في طاقة مشوالة يا جماعة حب توقم شوالة حب توقم شوالة الصعب اللي هو on off اطفال بيفكر في التغيير هو بيفكر يعمل ترونسفورميشن لنفسه على فكرة حبيبك بيفكر في يعمل تغيير للباترنز يعني تغيير فكره تغيير شكله تغيير كل حاجة عشان كده هو مهتم طالع في طاقة مهتم بنفسه مهتم بشكله مهتم بنفسه مهتم بشغله ولكن مع هذا هو حزين عليك و بيرعبك و حصل بينكو حاجة حصل بينكو يعني هو مطعون بعشرة صيوف ولبعضكو اذا كنت تظن انه في علاقة ما هو الوحده هو الوحده هو عايز يغير من شكله غرم يعني يقف من تاني على رجليه اوكي فهو الوحده تماما اللي هما كانوا فيه علاقة زواك معلش باخد وقتي في التفكير و في القراءة لان القراءة عامة فتحتمل العديد من السيناريوهات و انت تاخد السيناريو الذي يتماشى مع قصة حياتك طيب انا قلت الابراج اللي طلعت هنا جميل طيب انا عايز اعرف انت هو شايفك ليه انت مش عايز تاخد منه اي كوبات حب شايفك مقموص صيفك زعلان طبعا يعني هتكون زعلان يعني شايفك انت كمان مشيت على فكرة شايفك انت كمان غيرت الاتجاه ومشيت شايفك حزين وزعلان وتعبان بمعنى انك انت في تعب شديد وبتفكر في الزكريات اللي كانت بينكم طيب اعمل بكاروتك حوالي انت عندك يا برج السرطان آآ فانت حاسس ان الشخص ده مثل القب ده قب بتاعك وقد تخلى عنك وعشان كده وانت متعلق به جدا 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 وانت بتحبه جدا 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 قد يكون الزوج بتاعك قد يكون زوجك انت ودي عندكم طوأة يعني في كتير منكم هم في علاقة طوأة مشوعة وقد دخل بينكم طرف ثالث ودمر العلاقتي طيب برج الاسد معانا برج الحمل وبرج الجوزاء اللي طلعوا معانا دلوقتي طيب هو مشي وانت مشيت وانت حسه بعيد عنك العلاقة دي كان فيها ايه كان فيها غير العلاقة دي كان فيها نوع من الغيرة والتعلق الشديد فيه حد كان متعلق بالاخر بشدة تعلق مرضي اكتر كان من بنكو زعل او العلاقة دي كان فيها غيرة حد بيغير على التاني اكتر فلما يكون الغيرة والتعلق الزايد بيهرب الحب خلص الحب بيروح وانتو مختفيين عن بعض كل واحد في حاله في حتة بتاعته خايفين من بعض كدلك مش بتكلموا بعض خايفين من بعض خايفين من يعني من مش خايفين يعني من بعض خايفين من الزعل مش عايزين تفتكروا الزعل طب ايه اللي نخليكم مش مع بعض هو سايبينها على الله كل واحد في حاله كل واحد بيعالج نفسه وقلمه انت متألم وهو متألم هو مشي وانت مشيت سايبينها على الله سايبينها كده على الله طيب شريكك حاسس انك يعني تخليت عنه حصل نوع من السرقة في العلاقة دي حاسس انه في خداع حصل ده اللي في عقده الباطن يعني هو حاسس انه في في خداع في كأنه عايز يهرب اوكي عايز يهرب هو عمل عملة وعايز يهرب منها كأنه كان في في علاقتين طيب هقولك شوية من خصائص الشريك ده الشريك ده هو طالع في كذا كارت انه هو مهتم بشكله بنفسه بمظهره مغرور شوية متكبر بيحب الناس تحبه وتتلمي حواليه وانت ما حصلتش وانت عشرة العشرة يحب الناس اللي تشكره وانه ما حصلش وقد يكون هو بيشتغل بكترة او هو في علاقة اخرى وفيه كتير ناس منكو وانتو انفصلتو بسبب علاقة اخرى طيب تتعاملوا مع مجدعين نعم فيه نوع من الابداع مصورين صحفيين كتاب شعراء ممثلين اي حاجة ليه نوع من المايكب ارتست ديكور طيب ال انت عايز الانطلاقة انت في عقلك الباطن عايز البداية الجديدة قد تكون مش معي عايز عايز كده حريتك عايز حريتك يا برج السرطان عايز تبتدي بداية جديدة يعني ده في عقلك الباطن وانت بتفكر عايز تمشي عايز تمشي ومخبي انك عايز عايز تمشي وعايز تنطلق بداية جديدة معك مع نفسك عايز تنطلق بداية مع نفسك وعايز تخبي عايز تخبي عليه انك انت بترقبه انت مخبي انك بترقبه وتاية وحيران ونفسك تتخلص من الحيرة دي نفسك تكون يعني تنطلق من جديد برج الحوت معنا يا جماعة طيب حبيبي يا برج السرطان نوايا ايه الشخص ده عايز منك ايبقى في الشهر ده حتكون ايه ايه النوايا بتاعته نوايا انه عايز ياخد قرار بالعقل والحكمة في حد مانع انه ياخد القرار ده في شخص في ام او اخت او اهل منعين هو هو قاطع معاك هو قاطع معاك قلبه مكسور بسبب علاقة ثالثة مشي كارتل انه مشي ده طلع في كتير يعني يغير الاتجاه وهو حزين جدا اوكي بالرغم انه هو مشي وعايز يمشي مشي بمعنى مش مشي دفنت لي بس هو بيفكر كده هو نواياه كده بيفكر في الوقت الحالي التفكير بيتغير التفكير بيتغير لو تتصلح الامور بيتغير التفكير لانه اللي طاغي على علاقتكو هو زعل شديد جدا قد يكون نوع من الاصحار على فكرة على في كارت كارت طلع يكون نوع من الاصحار في هذه العلاقة انتوا قدروا ولكن اللي شايفاه اكتر هو الزعل بينكو الغيرة الشديدة التعلق المرضي كسرة القلب فهو مش ناوي في الوقت الحالي انه يصالح معاك هو في وضعية هو في وضعية الان مش بيقول مش عارف يقول ايه مش عارف يعمل ايه انتوا بينكو زواج واسرة في بعض منكو انتوا في زواج واسرة واهل واطفال وبينكو بيزنس يعني اموركم حلوة وكويسة طيب خطاباته هو عايز يمشي هو عايز يمشي لانه هو مشي فعلا وانت مشيت فعلا ولكن هو نفسه جدا يعني يعني بيطلع لنا كارتة وعكسه هو نفسه بعيش معاك هو عايز يرجع لحياته معاك عايز يرجع لاطفاله لو انتوا عندكو اطفال عايز يقدم لك نوع من الاعتذار اوكي يعني بالرغم من انه هو مشي ولكن هو لسه بيرقبك لسه بيفكر فيك ونفسه يرجع لك ونفسه يرجع لك بالرغم من انه هو يعني نيته مشي ومعرفش ايه ولكن في الخطوات بتاعته هو عايز يرجع لك وعايز اجتمع معاك طب الشهر ده هنشوف مصير العلاقة بتاعتكو ايه في حب كبير اوي بينكم الشهر ده لسه هتوعده زي منتو طيب برج الميزان معانا يا جماعة برج الحوود كمان طلع اكثر من مرة حيعد كده مختفي مختفي عنك وانت كمان مختفي عايزين نوع من هتعود كده منفصلين واذا انتو بقفين على طلع يعني او زي ما يقول كارما يعني انتو خلاص اذا كنت قررتو الانفصال فممكن المسائل لو مشت كده انه يحصل هذا الانفصال وانت طبعا قدرى بظروفك واذا كان هذا الانفصال فيه مصلحتك انك تمام تمشي وتبتدي صفحة جديدة من حياتك انك انت عايز تبتدي صفحة جديدة في حياتك انت عايز دا يا برج السرطان شايف انه العلاقة دي لا تناسبك طيب ابتدي الصفحة الجديدة معك شايف ان الشخص ده خانك وخدعك وسرقك واستغلك على بركة الله فيه اطفال فيه زواج طبعا دي لها قصة تانية قصة تانية وبروسيس تاني في الشهر دا لسه انتوا هتعودوا كده زعلانين مع بعض مختفين عن بعض عايزين زي ما اقول عايزين تحصل كرمة عايزين يا انت عايز تنتقم منه وهو عايز انتقم منك او عايز يعني قاعد بتدعي عليه مثلا او فالموضوع هيعد كده اللي هو مستنيين بعض انه في كل كروتكو سايبينها على الله سايبينها على الله انه ربنا يتدخل فالعلقة دي هتقعد شوية كده معلقة كده انت نصحتك انك تطلع من العشر سيوف اللي انت عايش فيها دي لانه خلاص الشمس ستشرق فانت لازم تستعد انك انت اصلا عايز بداية جديدة مع نفسك معاه انت قادرة بالاحداث اللي انت بتعيشها طب اصحب لكو كروت النصائح فقا شوف ايه الوضع فيه ناس كتيرة الفلوس لعبة دور او حتى الشغل ممكن شريكك فقط شغله او انت فقط شغلك ومش قادرين تديروا هذا البيت اوكي يعني الفلوس تلعب دور جدا في العلاقة في الوقت الحالي اه هنا التعلق هي بكرة التعلق يعني لو انت متعلق جدا جدا بهذا الشريك فوق التعلق ده ده بيأثر عليك وبيأثر على العلاقة ما يخليهاش تمشي كلما تعلقت بالشخص ويكون فيه مشاكل كده شخص بيه هرب اكتر طيب دي نشوف كمان مصيحة بيقولك بيقولك ممكن تتخسن وبيقولك لازم بقى تشوف صحتك بقى تشوف نفسك انك لما تكون كده مطعون مش هتكون كويس يعني لا حتفكر كويس ولا حتتاكل كويس ولا حتنام كويس ولا حتعمل اي حاجة كويسة بحياتك فلازم لازم تصلح من نفسك أتليست تنام كويس أتليست تاكل كويس أتقدركم كمان من هناك برج السرطان تتق في نفسك وفي قراراتك وما تعدش تخلي الناس ممكن الناس تقولك يمين وشمال ارجع ما ترجع اعمل ما تعملش لا انت تقرر عايزين ترجع وارجع مش عايز ترجع لانك انت اللي حتعيش هذه الحياة وانت اللي حتعيش معاها دا الشخص فانت قرر انت عايز ايه كمان اضيلك واحدة من هنا كنت اتمنى ان القراءة او انك تكون في احسن الاحوال ولكن هي قراءة صعبة شوية محتاج تصلي يا برج السرطان عشان في الصلوات دي حتحس بحب ربنا ليك ولما القلب بيشعر بحب الله بتختني فاهمين تختني يعني تحسن اللي انت في ده ولا اي حاجة ولا يسوء اي حاجة انك انت قلبك مليان بحب الله طيب دي كانت قراءتك يا برج السرطان انا برحب بيكو طبعا وبرحب بالمشتركين الجدد واللي مش مشترك معنا يشتركوا فعل القرص عشان يوصلكوا كل جديد معنا واللي عايز قراءة خاصة طبعا يتوصل معنا عبر الايميل هسيبه في صندوق الوصف طبعا انا قلت الابراج وقلت كل الطاقات معنا موجودة الطاقات الهوائية والمائية والطرابية والنارية و انا قلت الابراج انا منستش الابراج صح قلت البرج الاسد معنا دل والجدي الحوت اه انا كنت بقولهم كل واحد وواحد يعني عشان ما ننساش بس زيادة في الحرص وزيادة انكم انتوا تكونوا متطمينين ومبسوطين